السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم مارو فيلتشاو القناة الإخبارية والتعليمية بامتياز عناوين هذه الحلقة ترحيل المغربي المتصدق بعدما قضى 15 سنة سجنا في ألمانيا بتهم الإرهاب محكمة ألمانية تحكم على شاب سوري بسنتين وتسعة أشهر سجنا لأنه عندما كان في سوريا كان يقاتل بجانب جماعة أحرار الشام الشرطة الألمانية تلقي القبض على جزء من عصابة خطيرة كانت تقوم بالقدوم إلى ألمانيا وتسرق الأبناء وتفجر الصراف المالي الخبر الرابع عن هذا المعلم الأستاذ الألماني الذي كان يستغل وظيفته ويجبر الفتيات التي يقوم بتدريسهم في الصف إذا كانوا يرغبون بتحسين نقاطهم عليهم أن يرسلوا له صورهن وهن عاريات أو يقومون بتقبيله وبذلك يحصلون على نقاط جيدة وينجحون في الامتحانات لنبدأ أصدقائي أدعوكم إلى الاشتراك في القناة ودفعي إلى الجرس كي تصلكم دائما الأخبار الموتوقة من قناتكم الموتوقة التي تقدم لكم كل جديد بالمصادر لنبدأ بالخبر الأول الذي صراحة أطار الرأي العام هنا في ألمانيا بدرجة كبيرة أحضره لكم من جريدة شبيغل أونلاين ألا وهو خبر ترحيل المغربي المتصدق المتصدق هو مغربي كان يدرس هنا في ألمانيا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أتهم وألقي عليه القبض بأنه كان يساعد الأشخاص الذين قاموا بتلك العمليات في نيويورك دخل إلى السجن وحكم عليه بخمسة عشر سنة سجنا خرج هذا الأسبوع من السجن وقامت الشرطة الألمانية بطرحيله وإعادته إلى المغرب بعد أن قضى عقوبته السجنية المصدر أضعه لكم تحت الفيديو وكل شخص يقوم بمثل هذه الأمور فإنه لا يمثل شعبا إنما يمثل نفسه فقط الخبر الثاني عن شاب بن سوري حكم عليه هذا اليوم في ألمانيا بالسجن سنتين وتسعة أشهر السبب هو أنه عندما كان في سوريا كان ينتمي إلى جماعة تسمى أحرار الشام هذه الجماعة تعتبرها ألمانيا جماعة إرهابية قال للمحكمة بأنه هدفه الأول الذي جعله ينضم إلى هذه الجماعة أنه كان يرغب بالحرب ومحاربة النظام لا غير حكى أيضا عن قصته وقال بأن أبوه توفي سنة 2014 وأنه دخل إلى المدرسة فقط بضعة يعني لم يكن في المدرسة مدة طويلة في سوريا ويقول بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وكان يحارب مع جماعة أحرار الشام ضد النظام وبعد ذلك حارب ضد داعش وحكى بأنه كان يحصل على مئة دولار شهريا من هذه الجماعة وفي سنة 2015 هرب إلى تركيا ومن بعد ذلك جاء إلى ألمانيا وطلب اللجوء ورقي عليه القبض سنة 2017 حكم حسب القانون الألماني حسب قانون الشباب يوغنشتراف وحكم عليه بسنتين وتسعة أشهر سجنا هذا الشخص يمثل نفسه وتحية إلى الشعب السوري الكريم الخبر الثالث من ميركور الشرطة الألمانية قامت هذا اليوم بإلقاء القبض على عصابة خطيرة جدا 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 هذا أيضا هو النص الصحفي للشرطة الألمانية ورئيس من شرطة مقاطعة البيرن وشرطة مدينة منشن تكلموا عن هذه العصابة قالوا هذه عصابة إجرامية عالمية رفضوا نهائيا أن يقولوا جنسياتهم سألهم لاحظوا معي الفيديو يمكن أن تشعلوا الفيديو وتستمعون سأل أحد الصحفيين ما هي جنسية هؤلاء الأشخاص قال لهم رئيس الشرطة لن نذكر لكم جنسيات هؤلاء الأشخاص لأن هذا الأمر سوف يصعب علينا عمليات البحث حسب الشرطة هذه عصابة عالمية عندها جنسيات متعددة ومن أطراف متعددة بحثت في جميع الصحف الألمانية ولا صحيفة تكلمت عن الجنسية لأن الشرطة ترفض نهائيا ذكرى أي جنسية إنها عصابة خطيرة إذا تبت أنها من أي دولة كيفما كانت نتمنى لها العقابة التام والعقابة الشامل ونتمنى بأن هذه الأمور هي أمور شخصية لكن إلى حد هذه الدقيقة الشرطة الألمانية ترفض ذكرى جنسيات هؤلاء الأشخاص المصدر أضعه لكم أسفل الفيديو للتأكد الخبر الرابع يعني صراحة هذا خبر صعب جدا هذا الأستاذ الألماني يدرس بمدرسة في مدينة زالتسجيتا وهذا الأستاذ الألماني يدرس في الفصل ويقول دائما للبنات البنات في الفصل والطالبات الذي عندهم 14 سنة 15 سنة يقول لهم إذا رغبتم بتحسين نقاطكم في المدرسة يجب عليكم أن ترسلوا لي صور كنا وأنت النعاريات يعني أرسلوا لي صور وأنت النعاريات وبذلك تحصلون على نقاط جيدة أيضا يطلب منهم القبل أن يقبلوه إلى آخره من بين هذه الأمور هذا أيضا نص لرسالة كان يكتبها مع أحد الطالبات في صفه كانت هي منزعجة وتقول له قال لها أي نقطة ترغبين بالحصول عليها قالت له أريد نقطة اثنين أو على الأفضل تعطيني نقطة واحد قال لها سوف تحصلين عليها بالضبط لكن سوف تحصلين عليها لا تخافي فريحت وقال لها من أجل قبلة يعني أعطيني قبلة وسوف تحصلين على هذه النقطة هي قابلت وقالت نعم بنت مراهقة ترغب بنقطة جيدة كان أيضا يهدد البنات ويقول لهم يجب أن ترسلوا لصوركم أن تأتون عندي إلى المكتب وإلا سوف أخبر أهلكم بأنكم لا تدرسون وكان يتكلم دائما مع البنات حكمت عليه الآن المحكمة بتمنيت أشهر سجنا غير نافد أيضا عندما بحثوا في غرفته في شقةه وجدوا عنده أنه عنده فيديوهات لأطفال يمارس عليهم الجنس أعود بالله من مثل هؤلاء الأجناس والمرضى النفسيين هؤلاء الأشخاص الذين يسيئون إلى سمعة المعلم الطيبة والجيدة المهم أنا عندي هو أن تهتموا إلى أطفالكم كي لا يقعوا في فخ مثل هؤلاء الحقراء هذا الأستاذ الألماني المريض نفسيا ولا يمثل الأساتد الألمان الطيبين في أي شيء كانت هذه هي الأخبار الموتوقة الحصرية التي نتكلم في جميع المواضيع من غير خوف كلنا نخطئ وخير الخطائين التوابون هدف هذه القناة هو نشر الأخبار الحصرية والموتوقة من غير عاطفة من أجل نشر الوعي بين الناس ونشر التوعية لأننا نرغب أن نقضي على الإشاعات ونقضي على التفرقة ونستفيد من أخطائنا ونكون يد واحدة متحدين كلنا إخوة لا فرق بين عربي أو كردي أو أمازيغي أو إفريقي أو من أي جنس آخر لا فرق بيننا كلنا إخوة وكلنا واحد السلام عليكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة